مركب مصري بنسبة 100% يوفر 50% من المياه وحوالي 25% من التسميد لأنه يحتوي على مواد عضوية دي المعلومة اللي هذه الناس كلها تعرفها عشان احنا محتاجين جداً الهاند سويل ولكن ما هو الهاند سويل؟ اشرح لنا الهاند سويل بيتكون أو بيتصنع من مخلفات نباتية ووراقية 100% دي دخلوا على طواحيم بتنزل بودرة نعمة بنتعجن بتعمل عجين وبعدين بنتطلع منها حبيبات بندخ فيها هوا بتقل الكسافة الظهرية للمادة اللي احتفاظها على فراغات هوا اما بتنزل التربة الفراغات الهوا بتحتفظ بالمياه وبالتالي بتبقى متاحة المياه متاحة شو برنامج حطناه؟ يعني النهاردة بيحطوا الهاند سويلة محفوظ فيه برنامج نحطه في التسميد وفي الرأي بالضبط يا فن حكاية توفير الأسمدة المنتر ده مسجل في وزارة الزراعة هنا في مصر كمخصة بعضوية بس فيه نقطة السمات زائف في المياه لو انا بوفر المياه انها مضعش في التربة يبقى ووفر في السمات دي يعني مش معلومة صعبة انها تتفاهم فالتوفير في الأسمدة بيتم من خلال ما فيش فاقة في التسميد ما فيش فاقة في التسميد فالأرقام التحفظية أو اللي انا بنحط أرقام متحفظة عليها جداً 25% يعني لو كان بيحط شكرتين مثلاً أسمداً أزودية حط شكرة ونص مثلاً حط مثلاً شكرة ونص مش انها تمن الشكرة لا انه تمليح المياه الجوفية فالتوفير في الأسمدة بيتم من خلال ما فيش فاقة في التسميد ما فيش فاقة في التسميد مركب الهانس سويل حضرتك بتصنعه في مصر في السادات وبتصنعه في اليونان وبتصنعه في أمريكا ومع براقة اختراع أمريكية حواليا 8 براقات ممكن نفهم ليه 8 براقت؟ بص احنا مش بننتج منتق بس جديد وليه براقة اختراع لا احنا طريقة التصنيع كمان لها براقة اختراع المعدات لها براقة اختراع زائد ان هما مش يعني حرك واخد براعة على الخط نفسه اللي منتجها انا طبعا أنا اللي نصمم وانا اللي نصنعه انما هي عدد براقة اختراع مش لأنه كلها على نفس المنتج لا لانه كمان براقة اختراع في دول تانية المراكبة النهاردة بتتزارع بيه أراضي في عنه دول احنا بنصدر الكويت نصدر اليونان أبروس لفترات طويلة كنا بنصدر ليبيا والسودان بس لظروف معينة ما بنصدرش الوقت ليبيا والسودان بنصدر أسبانيا العراء وأومان حراك سفر في ليه انا لسه راجع من أسبوع يا دوبك احنا صدد مذكر التفاهم من مراندون بأندرساندر علشان هنصنع في دولة ما بدون ذكر أسامي دلوقتي إنما إحنا عندنا أما كنا في أما كنا في سلطنة أومان ده كان مرحلة بحسية يعني إحنا مازال في مرحلة البحسة أومان دولة بتواجه فقر مائي شديد فبالتالي هم تتواصلوا معنا هم دلوقتي ما عندهمش ارهم واحد بس مش مهم الانتجاه يقديه المهم موافره يقديه